من إيجابيات لربما المرحلة اللي مرت أن استطعنا أن نعي ونعرف أهمية كثير من الأمور كنا نأخذها كأمور مسلم بها لأول مرة تكون من المحبة أن لا تزور كبير السن من المحبة لا تزور المريض عندما فقدنا تواصلنا مع أسرنا لربما يعني تجربة مؤلمة ولكن بالمقابل أحسسنا بأهمية هذا الشيء هو على المستوى الشخصي يعني أعتقد كلنا بعد الجائحة هذه ممكن مر مرحلة ترتيب أولويات على المستوى الأسري والمستوى العملي جائحة كورونا خلتني أنتبه لكل التفاصيل الصغيرة في حياتي أقدر كل شيء حوالي كان هناك تجاوب كبير جدا من المجتمع بالنسبة للإجراءات الاحترازية حليت ببيتك الصغير عشان تحمي بيتك الكبير شاهدنا الجميع بجميع الأطياف بجميع اللغات بجميع الأفكار الجميع توحد لمجابهة هذا التحدي ولمجابهة هذا المرض الجميع التزم وهذه كانت روحة رائعة جدا كلهم أصبحوا شخصية واحدة في التعامل مع هذا التحدي لو لا هاي التضامن اللي شفناه ما كنا وصلنا للوضع اللي نحن وصلين عليه الحمد لله أكيد تميزت صراحة استجابة المجتمع في دولة الإمارات عن غيرها على مستوى العالم شكراً شكراً للجميع مواطنين ومقيمين وزوار شكراً لجنودنا الأبطال من القطاع الشرطي ورجال الأمن ورجال الدفاع المدني والبلديات لتأمينهم تنفيذ البرنامج شكراً للجميع دولة الإمارات واحدة من أفضل عشر دول في التعامل مع كوفيد كأعلى مستوى في الفحوصات بالنسبة للفرد لم يتم هذا النجاح إلا بدعم كبير من القيادة الرشيدة فكانت دولة الإمارات سباقة في إجراءات لم يجرأ أحد أن يقوم بها أجواء العالم مغلقة تتحرك دولة الإمارات